المرأة الكويتية وابنائها وان شاء الله طلعت رجال بعد النفط التحقت المرأة الكويتية بالوظائف العامة الى جانب الرجل واثبتت ايضا وجودها على كافة المستويات الامانة حيث شغلت المرأة يعني العديد من الوظائف القيادية بالاضافة الى الاعمال والمهنة الابداعية وشوفهم بين فترة وفترة متواجدين وكذلك انت تقول والله المرأة ما ادت ايضا في رجل مقاعد يأدي ومرأة اذا ادت ايضا في رجل قاعد يأدي لذلك دور المرأة الكويتية واقعها الحالي اليوم راح نتكلم عنه مع ضيفتنا الكريمة الامانة اللي اثبتت دور المرأة وجدارة المرأة خصوصا منذ مشاركتها السياسية بالانتخابات البرلمانية ونزولها بدائرة قد تكون محصورة على الرجال فقط ولكن هي اوصلت رسالة من خلال من اوصلها الى قاعة عبدالله السالم بان فعلا هناك رؤية جديدة للمرأة هناك ذهن متفتح للمرأة المرأة تثق بالمرأة لذلك نسعد بلقاءنا معها والتحاور معها في هذا المساء ملف مفتوح وتقول كيفكم سؤلوا اللي تابعونه حيالا معنا الدكتورة ذكرى رشيدي وزير الشيون الاجتماعية والعمل السابق مساء الخير دكتورة وحياتي الله ياهلا ومرحبا حياك مساء الخير لك ولكل فريق العمل سعادة المشاهدين سعيدين بلقاءنا معاك وان شاء الله راح نطلق معاك اليوم مثل ما ذكرتي وانت بالفعل يعني ملف للجميع وتمثلين المرأة الكويتية وكذلك أيضا بالتأكيد في قراراتك وافكارك وطروحاتك سواء كانت في البرلمان أو عندما كنت وزيرك كذلك تمثلين المواطن الكويتي بالتأكيد كل الجنسين فبارك الله بجهودكم سواء أصبتوا أو أخطأتوا فمن لا يعمل لا يخطئ وانتوا تعملون بالتأكيد دكتورة اليوم خلنت تكلم على واقع الحال اليوم بشفافية للأمانة اليوم هنا تجدين المرأة وفق رؤية تشنتي السابقة لما خطت الانتخابات فعلا هذه المرأة اليوم اليوم تغيرت الأفضل الأسوأ أصبحت لا تحرك ساكم شو الموضوع المرأة الكويتية اليوم والله إذا احنا بنتكلم بكل أمانة عن واقع المرأة الكويتية الآن في الوقت الحاضر هي أحسن بكثير من واقعها السابق ما نقدر ننكر هذا العامر في تحسن تدريجي في واقعها في أمورها في حتى توليها لكثير من المناصب في تواجدها في حتى التفاتة الدولة للمرأة الواقع يقول أننا أفضل من السابق وهذا نتيجة طبعا توفر الإمكانيات نتيجة أيضا سعي المرأة ومجهودها في الكثير من الأعمال أنجزت وخلقت وصنعت واقع أفضل من السابق لكن ما نطمح إليه ونصبه إليه أنا أعتقد هو أكثر وأفضل من الواقع الذي نعيشه بأمانة إذا نتكلم بأمانة لا يزعل من علي وائد من الناس أو من الريائي أن المرأة الكويتية لا تزال تعاني من واقع وأن واقعها التي تحياه في الحياة عموما واقع يحتاج إلى التفاتة أكثر وإلى تحسين ظروفها إلى نقل معيشتها إلى مستوى أفضل كل إنسان يطمح إلى مستوى أفضل من المستوى الذي عايش فيه سواء اقتصادي اجتماعي بالضبط قانوني أي أن كان فهذه إجابتي شيء غير متاحق المرأة اليوم المرأة اليوم مفتوح لها كل المجالات التعليمية داخل الكويت بره الكويت ومتفوق بالضبط يعني مفتوح لها المجال بالوظائف العامة مفتوح لها المجال في كل شيء يعني الرجل اليوم بالعكس إحنا قبل وسابق لا ولا لا تتوظف لا تسوك سيارة اليوم يقول أبيها تسوك سيارة وبيها موظفة يعني حتى رؤية الرجل وطلبات اختلفت اليوم فهذا مدليل عن أن المرأة اليوم قاعد تأخذ حقها ومستحقها اليوم من الدولة ومن الرجل لا هي أخذت حقوق كثيرة نعم وصلت إلى الحق السياسي حق الانتخاب والترشح بس هل هذا يعني أن المرأة وصلت إلى ما تطمح إليه إلى ما تتمنى وإلى ما يخفف من معاناة المرأة أنت قاعد تسألني سؤال وأنا إنسان قانونية ومهتمة بشؤون المرأة ويعني اشتغلت في العمل العام سنوات طويلة أعلم يقينا بأن المرأة الكويتية لا تزال تعاني من معاناة كثيرة من قصور في التشريعات من نقص في بعض القوانين من ظلم بعض القوانين من أيضا نظرة مجتمعية ما ننكرها نحن في مجتمع ذكوري لا يزال ينظر للمرأة على أنها يعني قد لا تخدم إلا في مجالات معينة لا يفتح لها المجال قد يكون مثلا فرص العمل غير متكافئة للمرأة لا تدخل في منافسات تستحقها المرأة نحن نتكلم عن المرأة ذات الكفاءة نتكلم عن حقوق المرأة التي أطاها ياد دستور حق ما أنه هو أمر قانوني ودستوري هو أيضا أمر تحتاج المرأة لتعيش حياة زينة في مستوى معيشي طيب مثل ما نتمنى للمرأة أنا ما أدخل في جدال مع حضرتك لكن اليوم شنو المرأة اللي يمنعها الدولة يمنعها من شيء معين يعني أو الرجل يمنعها من شيء شنو بالضبط اليوم كل المجالات مفتوحة للمرأة حتى النيابة مؤخرا تدخل المرأة وكلت نيابة لا إذا تبيني أعلق على النيابة نحن نقول نيابة نعم فتحت الباب وفتحت الباب بناء على شنو ترى على قضية كنا نتبناها سنوات طويلة حتى نصل إلى هذا الحق وصوح حالك الآن في الدفعات الأخيرة هل تم قبول النساء حين مجال مفتوحة أقبل ما أقبل هذا القانون يسمحني لا يجب أن تعطي المرأة يعني حقوقها المتساوية من الدستور مع شقيقها الرجل بس أنا ما أتكلم فقط عن هذه نحن نتكلم عن نعم عندنا قصور في التشريعات التي تتخص المرأة عندنا نقص في إعطاء المرأة حقوقها الكاملة الدستورية القانونية سواء حقوق اجتماعية قانونية يعني كثيرة أنا ما بيأدخل في التفاصيل لكن حضرتك ترين بأن المرأة لم تنان حقوقها كاملة لم تنان حقوقها كاملة حضرتك كنت وزيرة لوزارة الشؤون وأنت تتبنين المرأة وهناك قصور كثيرة المرأة وحقوق كثيرة فأعتقد مثل وزارة الشؤون اليوم أبدأتي في إعطاء من يستحق هذه الحقوق وفعلا ترين بأن حقوقها منتقصة ويستحقها دون ضرر أو ضرار على الطرفين سواء على الدولة أو على المرأة يترى أهم القرارات التي اتخذت لحق المرأة أثناء توليكي هذا المنصب وحقيبة وزارة الشؤون يعني شوف أنا لما توليت وزارة الشؤون ويعني يتهى بكل حب لأن وزارة الشؤون هي الوزارة التي تعين المرأة والمجتمع تساعد وأيضا هي وزارة مهمة في الدولة يعني تهتم بكل أصحاب العمل والشغل وما يعود على الاقتصاد الكويتي يعني بالخير ومنفعة وزارة الشؤون أول ما يتها توليتها كان هدفي هو تخفيف معاناة الأسر الكويتية المرأة عبارة عن أسرة أنا عد المرأة هي الأسرة المرأة التي هي أكثر من نصف المجتمع يعني يجب أن تكون للدورة دور في تخفيف معاناة للأسرة بحكم عملي ومهنتي ويعني اشتغالي بالعمل العام لسنوات طويلة أعلم ما تعاني هذه المرأة الكويتية وأعلم أن نحن مسؤولين عن أن نحن نشارك بحلول نشارك بعلاج للحالة التي تعيشها المرأة الكويتية في على الأقل في المستوى المعيشي يعني وزارة الشؤون مسؤولة عن التكافل الاجتماعي الدولة تضمن التكافل الاجتماعي من حقي أنا أني أسعى وبكل جهد وكان الأمر ترى مو بس أمر بسيط وسهل و أمر قانوني كان يحتاج إلى جهود يحتاج إلى وقت و أيضا يحتاج إلى موافقات كثيرة صحيح حتى أنك تستصدر مرسوم بالمساعدات الاجتماعية للأمانة أنا لقيت الروح الطيبة الكريمة من سمو رئيس ميسر الوزراء في مساعدة المرأة وتخفيفها صاحب السمو الله يحفظه و يرعاه أيضا عنده أذان صاغية و قلب رحيم و أطوف على المرأة الكويتية في أن نفتح لها المجال و الأبواب و نوعين المرأة الكويتية و هذا طبعا من حظ المرأة الكويتية اللي أنا قدرت و استطعت خلال المدة القصيرة أني أحاول بقدر الإمكان من خلال قرارات وزارية من خلال تنظيمات داخلية من خلال لوائح بالتخفيف على المرأة في كل ما تحتاجه من وزارة الشؤون شنل أصدرتي من قرار أو من قانون في وزارة الشؤون يخدم المرأة وفق اللوائح و النظم وبعد إجراء هذه الموافقات الرسمية من دولة يعني إحنا بعد صدور مرسوم المساعدات الاجتماعية اللي خدم شريحة كبيرة من النساء اللي فقط 45 سنة و 50 سنة كثير يا أخي في شرائح لا يمكن تتخيلها يعني المشهور عند الناس هي فقط المرأة ل 55 سنة تأخذ مساعدة من الدولة إذا ما كانت تعمل وفي شروط معينة لا في بنات مثلا أمرها 18 سنة ما عندها ولي ما عندها أحد يصرف عليها أو معيل ترى تستحق من وزارة الشؤون هذا حتى وإن كانت تأخذ راتب الأب أو راتب الأم الأم متوفية والأب متوفي إذا ما كان عندها معيل الوزارة يعني تعطيها المساعدات هذا من ضمن الإجراءات اللي مشيت فيها أيضا لا الإجراءات هي غير المرسومة الإجراءات هي شون تخفف على الناس في تقديم أوراقهم في أنه شنو تطلب من عندهم لتقديم يعني الطلب في المساعدات أنا أعتقد هنا لازم أنت تراعي ظروف المرأة تراعي شنو اللي تقدر عليه المرأة لنتعطيك يعني أيضا إحنا لا تمسى نحن في دولة لا نزال نفتقد إلى الحكومة الإلكترونية يعني تخيل المرأة اللي تطلب مساعدة تلف على كذا وزارة عشان تستخرج للأسف الشديد في دولة مثل دولتنا تستخرج الشهادات يعني تحتاج شهر ليعقل أن أنا أقولها كل شهرين تعالي جددي الإجراءات أنا مثلا خففت على المرأة أنا خلال سنة بالسنة مرة تقدم أوراقها ما يثبت أنها هي فعلة مستحقة ليش أنا يبهى كل شهرين أو كل ثلاثة شهور وأعذبها بين وزارة وإحنا شايفين الوزارة أنا وزير قاعد تكره بلي أنا لقاءت أخرج أنا وزير قاعد على المكتب كمبيوتر ما يفتح ما في ربط كامل على كل الوزارات والجهات يعني أعتقد في أمور يستطيع الوزير بسلطته أن يخفف على المراجعين للوزارة أو يعني محتاجين للمساعدة إحنا لما نقول شنو هدف أو يعني شنو اللي أنا هدفت له في وزارة الشؤون فعلا هو تحسين ظروف المرأة الكويتية من خلال تطبيق التكافل الاجتماعي اللي الدولة مسؤولة عنها أؤمن بأن الدولة عليها دور كبير في تنظيم هذا الأمر وفي أنها تكفلة فبإمكاننا من خلال قرارات كثيرة من خلال أنظمة من خلال إجراءات إحنا نخفف على الناس إحنا قاعد نساعد إحنا دولة أيضا عندنا وفرة مالية ولله الحمد يعني أنا أخذت الموافقات من سمو رئيس الوزراء جيمي صاحب السمو من أين نبدأ؟ في تغيير مفهوم نظرة الرجل للمرأة إن كانت نظرة ترين بأنه يجب أن تتغير هذا واحد اليوم أثنين هل ترين فعلا بأن الرجل يكون حجر عثرة أمام المرأة الكويتية وخصوصا بالظروف السياسية والمختلفة في هذا اليوم نتكلم عنه والمراحل القادمة بعد الفاصل أسمع منك الإجابة فاصل مشاهدين ولنعود إن شاء الله أبقوا معنا والله يعني الكثير من الحوار أصدقكم القول الأمانة مع الدكتورة ذكرى رشيدي أثناء الفاصل الأمانة ولا ترى ما في مشكلة أيضا نتكلم عنه بنفس المؤضية اللي أثرناها بالفاصل فحيفيتش هذه الروح وهذه الشفافية وهذا ما تعودناه من الدكتورة ذكرى رشيدي دكتورة سنتكلم اليوم السؤال التي طرحناها قبل شوي من أين نبدأ تحديدا من وجهة نظرك إن رأيتي فعلا أن نحتاج تغيير وجهة نظر الرجل في المرأة أو رؤيته في المرأة وكذلك هل ترين بأن الرجل فعلا نحن اليوم 2017 هو حجر عثرة أمام المرأة الكويتية إذا بنقول منين نبدأ أنا دائما أقول إحنا شنو محتاجين في الكويت أو في المجتمعات العربية والخليجية بالأخص نحتاج إلى نشر الثقافة الصحيحة عن المرأة المرأة العربية المرأة هذه الإسلامية المرأة اللي أساسا يعني شهد لها التاريخ الجاهلي والإسلامي والتاريخ الحاضر ويعني الوضع اللي إحنا نعيش فيه يشهد للمرأة بقدرات يعني نفس قدرات الرجل العقلية لو تشوف أنت تفوق مثلا النساء تفوق البنات في الثنوية العامة تفوق النساء في الأعمال أو في الجامعات وأصبحت يعني الكثير من النساء الكويتيات قامة عالمية يشهد لها يعني بالخبرة والعلم والثقافة فإحنا نحتاج بأمانة لا تنسين عددهم أكثر بعد أكثر أكثر من رجال أددهم والله عندنا أكيد وعندنا مفخرة من النساء اللي أنا حيهم عبر قناة الراي بقلب يعني يحمل لكل أمرأة التقدير على جهودها وعلى عملها وعلى أيضا يعني توسع حتى مسؤولياتها ومع ذلك استطاعت أن تحقق نجاح يحسب للدولة وشاركت أيضا في نهضة البلد هذا شيء معروف فإحنا نحتاج شنو نحتاج أن نغير الثقافة اللي عندنا شلون يكون بنشر ثقافة صحيحة عن المرأة وعن دورها وعن قدراتها الله سبحانه وتعالى يعني وإسلامنا أعطى المرأة تكريم عالي ويعني المرأة أصبح لها يعني أنت عارف الإسلام أعطاها الذنب المالية المستقلة الإسلام يعني خلاها تورث وليكانت ما تورث المرأة فيه المرأة مستقلة وأيضا كان رسول صلى الله عليه وسلم عندنا شواهد كان يستعين برأي أم سلمة ويأخذ برأيها هذا دليل أن العقل المرأة المرأة اللي عندها عقل يعني راجح قد يكون نفس عقل الرجل فإحنا لا نحكم على المرأة أنها قاصرة في عمل معين أو في نظرة معينة إلا أنت تؤيد أن تدخل المرأة في كل المهام وكل المهن التي تناسب طبيعتها طبعا يعني أنا أؤمن بهذا الشيء تناسب طبيعتها كأنها استثناء للمرأة لا لا هي لها الحق أنها تدخل في أي مجال ولكن أنا تتسألني عن رأي أنا أقول لتناسب طبيعتها بس إحنا نرجع لي سؤالنا أن نشر الثقافة الصحيحة عن المرأة وعن دورها وعن قدراتها وإمكانياتها في البلد ما المسؤول عن نشر الثقافة دكتورة أنا أقول لك الإعلام له دور والبيت له دور وأيضا التعليم له دور كبير والدولة أيضا بمبادراتها يفترض كلها دور أكبر ما هو اليوم الأسرة قاعدة تشوف الولد والبنت قاعدة تشوف الأم تروح للعمل قاعدة تشوف الأم تشارك في البيت قاعدة تشوف الأم مع الأب قاعدة يتعاونون على مصاريف الأولاد قاعدة يشوفها اليوم في واجباتها المجتمعية اليوم شون قاعدة تشتغل وشون قاعدة تعمل واتصالاتها وأنشطتها المجتمعية وغير الواد قاعدة يشوف قاعدة ينغرس فيه الشيء هذا بشكل غير مباشر قاعدة يشوف المرأة ننزل إلى أرض الواقع نشوف المرأة التي تأخذ ابنائها إلى المدرسة نشوف المرأة التي تراجع المدرسة وتنتبه إلى أولادها وتناقش المعلمين والمعلمات نشوف المرأة باتفاق ما بينها وبين الرجل نتكلم عن امرأة عاقل ورجل عاقل لا نتكلم عن الشخص الذي نايم كبير مخدم يجعل الجمل بما يحمل وقابل بهذا الوضع ولا صحيح العكس أن الرجل يتحمل كل شيء وهي ما لا شغل فاضية حق سناب شات وفاضية حق استقرام نتكلم عن العاقلين عن النموذج الإيجابية والنموذج اللي نبغي كيف أن يكون بالضبط فاليوم نرى المجتمع وين المرأة تبين نثقف الناس على المرأة الكويتية تبين نوعيهم نرى النموذج هذا جدامهم اليوم نبقى مجتمعات ذكورية هناك معتقدات كثيرة في عقل المجتمع العربي مترسخة تحتاج إلى زمن طويل حتى نغيرها لا تقول لي مهما وصلنا من الثقافة ومهما وصلنا من الانفتاح على دول العالم وعلى الثقافات تبقى عندك نظرة كرجل شرقي طبعا ليس كل الرجال أنا بالعكس أقول هناك كثير من الرجال اللي يقف مع المرأة ويدعمها ويكون فعلا يتبنى قضاياها لكن نحن نتكلم عن شنو السائد شنو السواد الأعظم هي يعني مفهوم عندنا موروثات أخذت بكثير من عقائدنا في موروثاتنا في الأعراف المتعرف عليها أيضا والثقافة الكويتية أو الخليجية عموما أن المرأة قد لا تصلح في كل شيء الآن هي متحملة من كل مسؤوليات قد تتحمل مسؤوليات الرجل للأسف مثل ما ذكرت بعض النساء قد تتحمل مسؤوليات الرجل وتخلى بعض الرجال عن مسؤولياته لكن هذه حالات قليلة أنا قعد أحكم أو أتكلم عن العام تسألني شنو الحل أنا أقول لك الدولة عليها دور كبير قيادة سياسية أيضا عليها أن تبادر مبادرات تغير المفهوم وتنشر هذه الثقافة التي نتمنى أن نسرع فيها نحن أيضا دولة ديمقراطية قعنا أفخر بديمقراطيتنا الدول الخليجية التي خذت استقلاليتها بعد الكويت في سنوات طويلة سبقتنا في تغيير الثقافات أصبح المجتمع مقتنع بوجود المرأة في أماكن معينة أو بأحقيتها في نفس الفرصة المتساوية مع أخيها الرجل شنو ينقصنا إحنا بالكويت يا أخي إحنا دولة نتباهى بهذه الديمقراطية ونتباهى بأن دولة مؤسسات وقانون فعلى أي أساس أنه لا يزال عندنا بفكرنا بفكر المجتمع طبعا الذكوري بأن المرأة لا تصلح إذا نحن نحتاج إلى عمل وإلى مجهود وإلى تعاون وتضافر كل الجهود وكل الجهات المسؤولة لما أقول لك إعلام وتعليم أقول لك الأسرة أكيد لها دور وإن كان يعني والقيادة السياسية وغيرها قيادة السياسية دورها مهم جدا في أنها تنقل المجتمع حتى تترسخ هذه الأفكار أنت تسبسكم كلمة المرأة لا تصلح حقها المكان لا تصلح حقها الوظيفة لا تنفع المرأة بالأمر هذا يسبسكم الأمر هذا كله تجربتني جرب و بعدين نحكم يا أخي هذا مقروض اجتماعي يعني ما نتفلل منه بس أنا أشوف أنا الرجل اليوم عثرة أمام المرأة أعطيك أنا يطب حجر عثرة أمام المرأة الرجل لا لا أنا أرفض التعميم على الإطلاق أبدا لا أرضى يعني هذا التعميم خاطئ للأمانة أنا لو كنت أرى هذا الأمر الكثير منهم في مجتمعاتنا تعين المرأة ويعني تسعى لحقوقها وتسعى لصون حقوقها كاملة وحياتها وأيضا تتمنى لها أنها تشارك في الدولة تشارك في النهضة تشارك في أن تكون في صنع القرار السياسي يعني في عقليات كبيرة وأنا أيضا في دخول الانتخابات رهنت على هذه النوعيات وشرائح من المجتمع المؤمنة بالمرأة إيمان حقيقي وإيمان صادق وليس إيمان فقط يعني بالكلام ووقت التصويت وأعتقد أن تجربتي الانتخابية أثبتت هذا الشيء في بداية الانتخابات قالوا من هو يعطي في دائرة قبلية من هو يعطي ذكر رشيدي أو كإمرأة يمكن ياية بس إعلام أو ياية كذا يعني ربما ما تستمر ما عنده هذا الإسرار أعتقد شافوا عندنا إيمان وإسرار وعندنا أيضا تفاؤل حلو وقوي وجميل هناك طرح أيضا هناك طرح فكر قاعد يقدم على الساحات المنبرية من ذكرى رشيدي قاعد يقدم طرح هناك نسقتين عند بما أنت تقدمين من طرح ومن فكر ومن توجه في مستقبلك سأكمل الحديث معنا بالتأكيد ولكن بعد الفاصل أين ذكرى رشيدي من الساحة السياسية اليوم وهل المرأة تدعم المرأة بالساحة السياسية بعد الفاصل دكتورة ذكرى أين أنت من الساحة السياسية وهل ترين بأن اليوم المرأة تساهم بإبراز المرأة السياسية أم هي فعلا تساهم بإقصاء المرأة السياسية لا أنا ما اتفق معاك أن المرأة تساهم في إقصاء المرأة عن الساحة السياسية أنا أعتقد هذه هي ظروف مجتمعنا يعني في نساء أصلا ما تؤمن فعلا بوجود المرأة النائب هذا حقها مثل ما في رجال يؤمن بأن المرأة قادرة على العمل السياسي نحن اللي علينا من يعمل في العمل السياسي ومن يحاول أنه يجتهد ومن يحاول أنه يخدم البلد أنه يستمر أنه يستمر في مسيرته في العمل العام مسيرته السياسية طريقته بخدمة البلد كل واحد وحسب ظروفه يعني إذا أنا كانت ظروفي تسمح في دخولي المعترك السياسي قد لا تسمح الظروف لأي امرأة أخرى ربما تكون أختي في دخول المعترك السياسي لكن أنا أقول أنها كلها ظروف مجتمعية يعني قد تساعد المرأة وقد تفتح أبواب في ظروف يمكن قد تغلق أبواب على المرأة لذلك إحنا ما نجد الكثير من النساء في الترشح في الانتخابات يعني أنا من الناس اللي أتمنى أن تترشح كل امرأة قادرة ولديها تنطبق عليها الشروط ولديها قدرة وكفاءة وخبرة في إنها تدخل إلى هذا المعترك لتساهم مع الرجل يعني المرأة شريك حقيقي في نهضة البلد هذا إيماني المطلق فالمرأة إذا ما شاركت وهي عندها خبرة وهي عندها كفاءة ربما تكون ظروفها لما تسمح سأنا أتكلم أنه يعني لابد من وجود النساء واللي علينا أن نحن نسعى في نساء أخريات ما يسعون لكن أحنا اللي علينا أن نتواجد ونستمر في عملنا وأنا مستمرة في مسيرتي السياسية وفي عملي وفي خدمة الناس وموجودة قدر المستطاع إذن اليوم المرأة كنت تشكل أكبر عدد اليوم من الأصوات وهي ترجح كفة من سيكون نائب ومن سيخرج خارج هذا السباق يعني الكثير يعول على المرأة اليوم ما تشوفين بين المرأة الأحق أنها تعطي صوتها حق المرأة ولا أنت تتركين أيضا ترين بين اليوم والمرأة هي مثقفة كفاية في أنها تحدد وتختار هذا والله يمثني أو ذاكي يمثني المرأة ما هي عدوة مرأة اليوم قال شوف لا أعطي فلانة لا يبقى ما أعطي يعني حجينا هذا اللي يصير لا ما بفلانة تنجأ يعني الحجي اللي يصير بين الحريم نفسهم يعني هل تشوف المرأة هي تجاوزت هذه المراحل أما زالت المرأة فيها يعني تتقوق حوالي نفسها في عملية لا والله أنا فلانة أكرهها فلانة ما أحبها وحديث النساء في هذه الطريقة في هذه الدائرة تحديدا هل المرأة تطورت مع نفسها فعلا اليوم تختار أم ترين المرأة فعلا ما زالت هذه المناكشات موجودة أنا اعتبر أن المرأة الكويتية على درجة عالية من النضجة لا يخلو المجتمع من يعني نساء كثيرات يعني لا تفقه معنى مشاركة المرأة في العمل السياسي أو المرأة في الانتخابات ولا تفقه أصلا شنو معنى وجود امرأة مع أخيها الرجل في مجلس الأمة لخدمة الكثير من قضايا المجتمعية وقضايا المرأة بالذات قد يقول قائل من الرجال والله أنا لا أحب ذكرها ولا أعطيها ليس شرط المرأة بس تقولها الكلام صح ولا لا لا يؤمن فيني لا يؤمن بفكري لا يؤمن برؤيتي أهو رؤيتها مختلفة عن ما أنا قاعدة أطرحها هي لتترجح يا دكتورة هي لعدد عدد أكبر معلش معلش بس إحنا نعطي المرأة أيضا فترتها في أن تأخذ أيضا الخبرة الكافرية في الاختيار أو تجرب لما أعطت صوتها لبعض الرجال زين وما خدموا قضاياها يعني نساء كثيرة علقت آمال كثيرة على بعض الرجال لخدمة قضايا ونسألك من وطرح قضايا المرأة هل يوم المرأة حرة في اختيارها لمن يريد أن يمثلها في البرلمان ترين يعني إحنا نسمع أن في نساء كثيرات يعني ما تحرروا للأمانة ولا هي حرة في اختيارها لكن نحن نستمر فيه في نهاية ورقة وقلم يعني مهما كان فيه ورقة وقلم ما حد راح يشوفها بس ثق تماما أنه فيه نساء كثيرات من المجتمع الكويتي ومن بنات القبائل أيضا اللي خدموا رجال بأصواتهم وهم ممكن مجبرين إما لزوج أو أخ أو يعني نتيجة العاداتهم وتقاليدهم متمسكين فيها ولكن أن هناك من النساء من القبائل من هي على درجة عالية من النضج في الاختيار وفي ناس يعني تحكمها معتقداتها الدينية ويعني هذه الناس يعني على درجة عالية ما شاء الله من الرقي في أنها تختار من يستطيع حمل هذه الأمانة ومن هو يعني يستحق أن يسد له الأمر وإنها ما تعطي صوتها لأحد سواء كانت امرأة أو كانت أو كان رجل يعني إحنا عندنا خليط كبير بس نحتاج أيضا وقت من متى المرة أخذت حقها السياسي ترى 2006 مصر لنا عشر سنين إحنا عندنا تلما تغير جيل تحتاج إلى عشر سنين عشر سنين كحق ولكن كمزاولة وكمتابعة للسياسة والوضاع السياسية والمشاركة من قبل ذلك بكثير يعني في مطالبات على المستوى سنوات طويلة فالمرأة ناضجة يعني من فترة طويلة معلش بس لو تلاحظ عالميا وفي كل التجارب العالمية يعني العريقة أيضا في نساء لا تعطي بعض النساء تؤمن بأن الرجل هو الأقدر وفي رجال يعطون النساء يعني أنا في تصويته كان عدد النساء اللي يعطوني أصواتهم وتشرفت بأصواتهم ثقتهم نفس العدد اللي حصلت عليه من أخوان الرجال من الرجال وهذا مؤشر طيب أنه أيضا إحنا في مجتمعنا هذا المجتمع القبل المنفلق اللي كان حكرا يعني على الرجال سنوات طويلة في أن يثقون في المرأة ويعطونها ويتكرر معاي الفريق والناخبين هو ما كان حكرا دكتورة لم تتقدم امرأة يعني أنت تقدمت وكسرت هذا القادة والناس تعرفت على هذا الفكر يعني وخفت هذا السباق نعم بس ترا في نساء أيضا ترشحوا في الدائرة الرابعة يمكن إحنا نجحنا وتواصلنا استمرينا في العمل لكن إحنا ما ننكر أن إحنا مجتمع قبلي نعم النيابة فيه للرجل يعني سنوات طويلة هو حكرا على الرجل من أمتى المرأة يعني ادخلت في الانتخابات طيب بمن هل تطرقنا الانتخابات ودخول الانتخابات ذكرى الرشيدية هل هي مقبلة أيضا عن الانتخابات القادمة ما زال هذا الفكر موجود ما زال التوجه السياسي والترشيح انصح التعبير هل ذكرى الرشيدية ستتقدم وتقدم نفسها إلى الدائرة بالانتخابات القادمة وتطرحي نفسك كمرشح بالتأكيد أن أنا من بداية عملي في العمل العام يعني أطمح لخدمة بلدي من خلال الترشح في الانتخابات أو من خلال أي موقع أنا أقدر أخدم في بلدي هذا أساسا شيء متواجد عندي موجود يعني وأنا مستمرة عليه وجودي في الساحة السياسية حسب وضع الظروف لكن أنا إن شاء الله في الانتخابات القادمة إذا الله كتب لنا بحيل الله الانتخابات القادمة شنو؟ يعني مترشحة لا مترشحة في الانتخابات القادمة لا لا إحنا مستمرين في عملنا وفي خدمتنا لكن كمرشحة موجودة طبعا وأنا أساسا ترشحت حتى بعد الوزارة كانت لي فرصة الترشح ودائما أنا أشوف أن خنا أشوف أقرأ الساحة أقرأ الوضع يعني أنت شايف أيضا أننا قطعنا شوط كبير في تغيير حتى نظرة المجتمع للمرأة وليوجودها وأعتقد أننا هذه مسيرتنا اللي بدأناها من 2008 لابد أننا نكمل مسيرتنا والله الحمد أنا يعني في حب كبير لتقديم هذه الخدمة لبلدي جميل اليوم أهم ما ينقص المرأة وإن شاء الله يعني وفقتي سواء في الانتخابات أو عدتي كوزيرة بالحكومة أهم ما ينقص المرأة اليوم وتحاولين فعلا أن تحصل على هذا الحق شوف المرأة الكويتية يعني ينقصها الكثير ما نقدر ننكر في أرواية أول شيء أنا إنسانة قانونية بحكم مهنتي وخبرتي أعلم أن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج المرأة أن يتبنىها أحد النواب أنا أهيب بالأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة أن يتبنون هذه القضايا التي فيها قصور في تشريعاتنا التي فيها نقص في تشريعاتنا بإعطاء المرأة كافة حقوقها الدستورية حقوقها الاجتماعية حقوقها القانونية أيضا في الدفع باتجاه حماية المرأة وحماية حياتها صونها أعتقد عندنا مشاريع كثيرة تنقص المرأة الكويتية سواء بتشريعات سواء بفتح أفاق جديدة وأكبر من أفاق المفتوحة لها الآن في العمل وفي الخدمة والله الرجال يصلوني دكتورة يقولون شلي ناقصها اليوم كل شيء خذت المرأة شباقي بعد نزعلين الرجال لا لا أحنا لا ما نتكلم هو في العام عند الرجال عندهم حقوق يعني ما في العام لكن هنأتكلم عنه سنقولك عن المرأة اللي تعاني أخوي أنا ما أتكلم عن المرأة اللي ما تعاني يعني فيه نساء كثيرة شوف المرأة المتزوجة من غير كويتي شوف المرأة المتزوجة من بدون إحنا دولة يعني دولة ديمقراطية ونفخر وأميرنا الله يحفظه ويرعاه قائد الإنسانية إذا أهو قائد الإنسانية إحنا عندنا قضايا يعني بالإضافة إلى الجانب القانوني هي فيها جانب إنساني كبير في رعاية أبناء مثل الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو اللي تريد تجنيز زوجها فيه ناس يقول لك هذه مطالب يعني سقفها عالي أنا أقول لك ليش دول خليجية شقيقة كانوا متحفظين جدا على زواج المرأة من شخص غير كويتي ففتحت الأبواب شخص أجنبي يعني غير عفوا غير مواطن غير مواطن نعم فتحت لها كل الأبواب وعطيت حقها مثل الرجل في تجنيز الزوج في تجنيز طبعا أبنائها بناء على تجنيز الزوج في معاملة أبنائها معاملة المواطنين يعني إحنا هذه يعني لا تطلب مني أني أنا أطلق طلاق بائن منه حتى أن أبنائها يحصلون على الجنسية خلني أنا سنوات طويلة أكثر من عشرين سنة أعمل في هذه القضايا ويعني هذه أحد مطالبي الحقيقية اللي أنا أؤمن فيها في أن تعطها حقها اللي يتساوى مع الرجل اللي ضمن الدستور الكويتي نحن نمشي على الدستور الكويتي ليش تحرم المرأة؟ كان يحرمها من دخول بعض الكليات كان يحرمها في النسبة كان يحرمها في حتى استخراج تخوفون دكتورة؟ ليش خايفين مننا أعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء من غير كويتي أعطاءهم الجنسية؟ ليش تخوفهم من هذا الأمر توقعين؟ لا هو مو مسألة تخوف ما في أحد ملتفت لمعاناة المرأة شوف محد يعرف معاناة المرأة الكويتية أنت الآن تقول شنو عندها المرأة؟ أنت قاعد تتكلم على الجانب اللي نحن نشوفه في الحياة أنه ما عندها الحمد لله هي بخير ونعمة وبشغل وكذا وفعلا هذا واقع نحن نعيشه ولله الحمد لكن أنا أتكلم عن معاناة لا يعلمها الرجال ولا يستعلمها النساء ولا يراها النساء فقط إلا أهم أصحاب هذه الفئة لما تقول لي امرأة تعاني إنها ما خذت حقها في السكن امرأة مطلقة وأبنائها وانت شايف نسبة الطلاق عندنا نسبة مرتفعة متى الدولة وإلى حق في الرعاية فقط إذا كمل سن القانوني خلاص يعني أنا لو بتفرع أنا لو بتفرع في كل قضية نحتاج حلقات لكن أنا قاعد أتكلم بشكل عام تسألني وتقول لي شنو ينقص المرأة أنا أتكلم عن المرأة اللي تعاني أنا بحكم عملي في العمل العام وفي قضايا المرأة وفي مناصرتها أقول لك هناك كثير من التشريعات المطلوبة هناك عندنا قصور في بعض التشريعات التي حرمت المرأة هناك عدم اهتمام من الدولة في رعاية المرأة وتوفير مستوى معيشي مثل ما تتمنى أيضا في قد يصل ظلم بعض القوانين إلى ظلم فئات كثيرة في مجتمعنا الكويتي أعتقد أننا قادرين بوجود مجلس أمة بوجود أعضاء يفترض أنهم يلتفتون إلى أختهم التي تعاني وأن يكون هذا التبني للقضايا يشمل جميع المشاكل إن شاء الله لأننا لا تروحين وزيرة خليت نابه شرعي أنا أتشرف أنا أساسا دخلت العمل نيابي قبل الوزارة صحيح وأعتقد أن هذه قضايا قديمة نحن قاعد نطالب فيها أكثر من 20 سنة أتمنى أن الآن يلتفت الأعضاء تلتفت أيضا الدولة لأخذ زمام المبادرة في إصلاح حقيقي لوضع المرأة الكويتية إن شاء الله مع تجنيد المرأة الكويتية أو بما أن تجنيد قبل شيء كانوا يعني القانون يعني ما طالب ذكر فقط الذكور طبعا أنا أتفق مع القانون أن شيء يتنافى مع طبيعتها ما تدخل في المرأة ممكن يكون علاج تمريض أمور كثيرة لكن العمل العشكري يحتاج إلى قوة أضلية وقد يؤثر على صحة المرأة يؤثر على أمور كثيرة إلا تتفقين معها ما أتفق معها ختاما ماذا تقول دكتورة ذكرى رشيدية أقول إن شاء الله يكون واقع المرأة الكويتية أفضل مما نطمح ونصبه إليه وأتمنى أيضا أن يلتفت أعضاء مجلس الأمة إلى قضايا المرأة وأن تأتي لنا أيام لا نتكلم عن حقوق مهضومة للمرأة الكويتية ونبدأ نرى هموم وطن أكبر من مجرد المرأة لكن أنا عندي المرأة هي أساس الوطن والمرأة هي مربية النشئ اللي فعلا المجتمع يقوم عليها بارك الله فيك دكتورة ذكرى الرشيدية الوزير السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والنابس السابق ومجلس الأمة شكرا جزيلا لك ونتمنى كل التوفيق شكرا جزيلا الله يعطيك كل الشكر لأضافتنا الكريمة إذن فعلا أردنا نتحدث عن المرأة الكويتية ينقصها الكثير الأمانة نحن نتكلم عن المرأة الكويتية التي تحتاج فعلا لكثير الانتباه لها مثل ما تفضلت الدكتورة وقالت أنت لا ترى السطح من الخارج وأنما غوص إلى الداخل وأنظر إلى المرأة واستمع إلى المرأة بعمق ستجد المعاناة الكبيرة الأمانة لهذه المرأة التي فعلا وأن كانت الدولة تحاول يعني من هنا وهناك عمليات ترقعيا صح التعبير قاعد نرقع في بعض الأمور عطها والله 45 ألف لا والله زيدها 70 لا والله عطها شقة منها لا والله لازم تبيخدها وحدة من نفسها وحدة ما در شيء يعني كأن شيء يذر الرماد في العيون المرأة هي الأم هي الزوجة هي الأخت هي البنت حاول أن تتفكر ممكن لا سمح الله يوم الأيام بنتك أنت تتعرف لمثل هذه المواقف المستقبل ممكن أمك تتعرف لمثل هذه المواقف المستقبل أختك تتعرف لا تنأب نفسك عن الآخرين نحن مجتمع نتعاون مع بعضنا البعض في النهاية إن صلحت هذه الأسرة صلحت هذا المجتمع وصلحت هذه الدولة الكل يكمل الآخر الحديث للرجل والحديث للمرأة لا تعتقدين أن الرجل معاك ضد نفسه ولا تعتقد أنت أن المرأة مع نفسها ضدك أنت كلنا نكمل بعضنا بعض للمرأة العاقلة السوية لكن ما يحدث من بعض النساء هو يمثلها هي شخصة بشكل عام المرأة تحتاج الكثير وننتبهنا لها وننتبهنا حق أحد غريب صبحونا على أمن وأمان وصحب الأبدان كنت معاكم راشد حسن إلى اللقاء